نكمل في مباراة ليبر بول وارسنل وناخد منها اللي احنا عايزين وناخد منها اللي احنا عايزين لو ايه محمد صلاح محمد صلاح اشتبقى فاهم بس عشان اساهلة عليك كل ما بيسجل جول دلوقتي بقى يعد العداد بتاعه ارقام قياسية اي جول اي جول بيجيبه بيخش في ارقام قياسية خلاص هوا داخل المرحلة ديت لو النهاردة صلاح جاب جول بقى قصر رقم فلان صلاح المطش اللي بقى قصر رقم فلاني التاني وهكذا فصلاح بعد الجول بتاعه النهاردة في ارسنل بقى عنده شوية ارقام حلوة تعال اقول لك عليها هو دلوقتي محمد صلاح بعد هدف ارسنل تخطى طبعا الاسطورة الصورة الانجليزية مايكل اوين في قائمة الهدفين التاريخيين للدول الانجليزي لينفرد نجمنا المصري بالمركز العاشر برصيد 151 هدف يعني عاشر انا لرقم عشرة في تاريخ هدفين اعظم دوري في العالم يا سلام يا سلام اصبح صلاح اكثر لاعب يساهم بالاهداف على ملعب انفلد في الدول الانجليزي بعدما وصل الى 121 مساهمة وفض الشراكة مع ستيفن شيرارد ستيفن شيرارد ده اسطورة برضو من الاسطير يعني صاحب ال120 مساهمة مش بعرفكم عليه يعني بقول بميزه يعني حدا ايه لايس يقول لي تعرفنا على ستيفن شيرارد واصل الانفراد بصدارة هدف ليفربول في الدول الانجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 12 هدف فيش بعد كده فيش بعد كده ارقام خزعبلية لمحمد صلى الله بصراحة بنا يا ربي يديم عليه الصحة والعفية والمهارة والامكانيات ودايما مشرفنا في كل الدنيا